موسيقى أهلا بكم مشاهدين القرام إلى هذا البرنامج الخاص الذي نقارب من خلاله الملفة الأمنية بالمملكة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتقلد الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين ملف يتصدر قائمة الأولوية بالمملكة وتظهر عبره حكمة العهل المغربي واحدة تلو الأخرى تسقطت الخلايا الإرهابية في يد مصالح الأمن المغربي بفضل المقاربة الاستباقية التي تسعى إلى تحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن المملكة أزيد من مائتين وعشرة خلية إرهابية تم تفكيكها منذ أحداث السادس عشر من ماي من العام 2003 عدد كبير منها بامتدادات دولية وأخرى في مراحل متقدمة من تخطيط لأعمال تخريبية تراكم نوعي وكمي جعل العالم يشهد وينوه بالجهود المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويشيد بدقة المعلومات الاستخباراتية التي تسلمها السلطات المغربية للدول الحليفة التنويه الدولي بالجهود الأمنية المغربية وجد ترجمة له نهاية شهر يونيو الماضي من خلال افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا الأول من نوعه بالقارة الصمرة المكتب يضع نصب عينيه تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الأفريقية وفق مقاربة تضامنية وتشاركية تعكس روح المسؤولية الجماعية في هذا الخاص يصرني أن أستضيف معي هنا في البلاطو الدكتور طارق ثلاثي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مرحبا بكم دكتور طارق ثلاثي ويصرني كذلك أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور الشرقاوي روداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية مرحبا دكتور الشرقاوي روداني وكذلك يحل معنا ضيفا الدكتور عبد الرحيم نارسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني مرحبا بكم دكتور أبدأ من هذا الحدث الأخير معكم دكتور طارق ثلاثي وهو الحدث الذي شهدته العاصمة الرباط أواخر الشهر الماضي وهو افتتاح مقر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا دلالات التي يعكسوا حدث من هذا الشهر واختيار الرباط لاحتضان هذا المقر شكرا لنا أحييكم وأحيي الزملاء ومشاهدي قناة ميديان تيغي بادئ نهنئ جلالة الملك بمناسبة الدكرة 22 لتقلدها بطبيعة الحل مقالد الحكم بالملاكات المغربية ومن خلالها نهنئ الشعب المغربي بهذه المناسبة لتفكيك بطبيعة الحل هذا السؤال حول المقاربة الأمنية كمنظومة بالمملكات المغربية هي تحيلنا على المقومات الأربع للأبعاد الاستراتيجية التي تقوم عليها ولا شك أنه حديث عن فتح مكتب الأمم المتحدة في هذا الخدم هو يصب في هذا الاتجاه على اعتبار أن هذه الأبعاد الاستراتيجية هي مرتبطة بكل ما هو محلي كل ما هو إقليمي كل ما هو قاري وكل ما هو دولي نعتقد جازمين على أن الحصيلة اليوم الأمنية التي أوصلت الأمم المتحدة إلى أن تفتحها مكتبا بطبيعة الحل بالرباط هو التتويج للتصور الناجح الذي وضع بطبيعة الحل في الحفاظ على التسلسل الذي تعرفه الملكة المغربية منذ عقود وبالأخص منذ اعتلاء جلالة الملك للعرش وبصفة الدق منذ خطاب 9 من مارس خطاب 9 من مارس 2011 الذي وضع بطبيعة الحل المعالم لمجموعة من المؤسسات الدولة كخارطة طاريخ كان على المستوى الأمني النصيب الأكبر الذي أولا جنب المملكة ويلات ما تعرضت له دول الجوار على المستوى الإقليمي أو على المستوى القاري أو على المستوى الأوروبي والدولي أيضا على مستوى إعادة النظر في المنظومة الأمنية كمقاربة وكتصور جديد لم يقتصر فقط على ما هو تقني وما هو هيكلي ولكنه انتقل بطبيعة الحل إلى ما هو أبعد من ذلك على المستوى العالم هنا لا بد أن نشير إلى مسألة أساسية وإحساسة لأن خطاب 9 من مارس سيعرف تحول على المستوى الجيوسياسي على المستوى الجيوستراتيجي الذي سيمكن للمملكة المغربية أن تصبح علامة على المستوى الأمن سواء الداخلي على المستوى الاستعلامات الداخلية والمعلومة الاستخباراتية خارجيا ستعرف تلك المرحلة التي أسس لها خطاب 9 من مارس تعيين مستشار أمني وسياسي لجلالة الملك والسيد فؤاد علي الهمة بطبيعة الحل بزاويتين كبيرتين واحدة للأمن الداخلي والتي هي الإدارة العامة للأمن الوطني مرتبطة بمراقبة التراب الوطني ثم مديرية المستندات هي المخابرات الخارجية بمعنى أن المنظومة اكتملت بشكل هيكالي أقوى مكن الحفاظ على الأمن القومي للمملكة المغربية سواء روحيا سواء جسديا فيما يرتبط بالممتلكات على المستوى الداخلي ولكن أيضا في إبعاد المخاطر على المستوى الدولي ولاحظنا كل يوم مقتنع إلا من يجحد هذه النعمة التي حبى الله بها المملكة المغربية على يد جلالة الملك في هذه الضرفية أن كل عالم يأتي إلى المملكة المغربية ليستفيد من المعلومة لكي يجنب مواطناته ومواطنيه حمامات دم ويمكن أن نشير إلى ذلك في خدم التحليل إسبانيا فقط الجارة 9000 معلومة استخبارات إذا أخذنا معدل هذه المعلومات فقط 4000 نفدت فهي 4000 عملية عسكرية هذا غير متوسط المعدل طيب السيد الشرقاوي الروداني اختيار الرباط لاحتضان مكتب من هذا الحجم وبهذه الأهمية وتتويج للتجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب الأدوار التي يمكن أن يلعبها المغرب على المستوى الأفريقي في مواكبة أدول الأفريقية التي تعاني من ويلات الجماعات المتطرفة صحيح اليوم هناك لابد أن نفهم السياق السياق الدولي والسياق القرية على مستوى تدبير الأزامات وعلى مستوى كذلك محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذلك الجريمة العابرة للحدود اليوم القرى الإفريقية تعرف واحد سياق معين خلال انتشار الجماعات الإرهابية وتمركز الجماعات الإرهابية في جمعة من مناطق الرمادي على مستوى مثلا منطقة الحدود الثلاث ما بينما للنيجر بوركينا في منطقة البتاكو جوربا في منطقة مثلا اليوم أتاكورا أليبو في منطقة حدود النيجر نيجيريا النيجر والبينين ثم نتكلم عن منطقة اليوم منطقة خطيرة جدا وهي منطقة ديل كابو في شمال الموزنبيق في الحدود الجنوبية التنزانية هناك تكون لشريط إرهابي يمتد من البحر الأحمر مرورا بالصومال إريتيريا السودان ميسر دول ساحل إفريقية وجنوب الصحراء وصولا إلى الجزائر وحتى الحدود الجزائرية التونسية مثلا في جبل الشعنبي وجبل السلوم تعرف تحركات لتنظيمات إرهابية وبالتالي اليوم نعيش مرحلة مفصلية من تمركز الجماعات الإرهابية وتحول المعركة التي كانت في إدليب والرقة نحو بطاقة الساحل الأفريقي ودول الغرب الأفريقية بالخصص وأعتقد اليوم عندما نلاحظ المجموعة هذه الضربات الإرهابية خلال سنة هذه السنة نلاحظ كان هناك ارتفاع كبير رغم الوباء يعني وباء كورونا كان ارتفاع صاروخي وارتفاع لعدد الضحايا بالنسبة للجماعات الإرهابية خاصة تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى لعدنان أبواليد صحراوي وتنظيم نصرة الإسلام والإسلم لأياد أغلغالي تنظيم أنصار الإسلام تنظيم كذلك بوكو حرام في جينيجيريا يعني وصلت أكثر من 5600 ضربة إرهابية فقط في منطقة يعني الساحل يعني جنوب الصحراء الساحل وجنوب الصحراء هناك أكثر من 1800 ضربة إرهابية وبالتالي أعتقد اليوم يعني كل يوم نسمع ضربتين ثلاث ضربات إرهابية وبالتالي أعتقد بأن الوضع هو وضع مؤذب وقال قارة الإفريقية هي قارة مهمة هي على المساولة معادلات الجيوستراتيجية هناك تحرك للجامعات الإرهابية للسيطرة على خليج غينيا وهو ممر مهم وحيوي جدا نحو ما يسمى البحيط الجيوستيجي الجديد الآن لما يسمى بالجنوب الأطلسي ثم كذلك إفريقيا نتكلم عن مضيق المدنف في خلال الصومار وكذلك دولة مصر ثم نتكلم عن الجبل طارق نتكلم عن ثلاث مضيقين مهمين جدا للتجارة الدولية للأمن والاستقرار على المساوى الدولي وبالتالي اليوم المغرب الأمن القومي للمملكة المغربية هو أصبح مهدد لعن المساوى للمنطقة المغاربية مع وجود كذلك عدة مشاكل بنياوية في ترتيب مجموعة من استراتيجية الأمنية لمجموعة من الدول وبالتالي نلاحظ مخيرات المملكة المغربية في برنامج دول الساحل الخمس جي سانكسايل ثم كذلك الوضع في شمال المالي متوتر جدا وهناك كذلك مجموعة من الأمور المرتبطة يعني الكل يتذكر ما وقع في منطقات القرقارات اللي هي كانت يعني لابد من تذكير بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك في تدبير هذا الملف على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى التدبير عندما حاولت أطراف خلق فراغ الجيوسياسي في المنطقة يعني كل هذا مهم جدا في رؤية ما يسمى بالمقاربة المغربية المغرب اليوم هذا المكتب برنامج الأمم المتحدة المحاربة الإرهاب والطرف في إفريقيا وتتويج لمقاربة أمنية نموذجية على المستوى الدولي وتتويج كذلك مقاربة ما يسمى باستقلالية الاستخبار الاستراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية على مستوى المنطقة على مستوى من غرب المتوسط وعلى مستوى الشرق المتوسط لا بد أن تذكر بأن المغرب محدد في معادلة جيوستراتيجية في منطقة الشرق المتوسط في منطقة البخوشوريون يعني الشرق الأوسط ثم كذلك في مجموعة من المناطق على مستوى القارة الإفريقية وبالتالي أعتقد بأن هذا تحصيل حاصل وهذا اعتراف للمنتظم الدولي بضرورة بأهمية المملكة المغربية في محاربة الإرهاب على مستوى الدولة كلنا نتذكر يعني تحييط الخلية الإرهابية الأمريكية جيمس كوتس بريج الأمريكي الذي حاول ضرب نيويورك ومجموعة ميناء المناطق الحساسة في الولايات المتحدة الأمريكية طيب سيد منارة سليمي بناء العلم أشعر له الدكاترة الأعزاء هناك تجربة غنية مغربية جعلته محطة تنويه أممي مقومات هذه التجربة التي نسعى أو يسعى المغرب عبر مكتب الأمم المتحدة إلى مقاسمتها مع الدول الأفريقية في الدراسات الأمنية نتحدث عن مدارس واليوم من حقنا في المغرب أن نتحدث عن المدرسة الأمنية المغربية فيها الأمن الخارجي والأمن الداخلي مدرسة على الأقل نأخذ 18 سنة منذ الأحداث الإرهابية ديال الضربية داخل 20 سنة من التطور في النظام الدولي منذ الأحداث ديال الأحداث السبتمبر مدرسة فيها تطور في الجانب الأمني فيها مرحلة ديال مؤسسات فيها ممارسات جيدة لهذا مثلا نحن الآن في سنة 2021 نتحدث على هذا المكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا الذي سيكون في المغرب هذا فيه أولا اعتراف بهذه المدرسة اعتراف بالنموذج الأمني المغربي ثم منسوش بأنه كانت تراكمات بالإضافة للمجال تحدثنا على استراتيجية الأمنية على هذا النموذج على المعلومات التي قدم المغرب إلى العديد من الدول منسوش أيضا بأنه كان جانب آخر وهو رئاسة المغرب منذ سنة 2016 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب إذن هنا كينو أحتركم هو الذي يخلينا اليوم مثلا أن الأمم المتحدة تعترف بهذه المدرسة الأمنية المغربية لفيها النموذج وتريد نقلة النموذج إلى الأفارقة لماذا الأفارقة؟ لأنه لا سمعنا الخطابات السياسية العالمية اليوم أن الانتقالات في التنظيمات الإرهابية كلها تتجه إلى إفريقيا كينو خطر كبير ثم ما ننسوش بأنه هذا النجاح دي المدرسة الأمنية المغربية كينو في واحد المحيط اللي هو مضطري كينو تحديات اللي كتجي من داعش أوروبا وكينو تحديات اللي كتجي من داعش من المنطقة دي الساحل كينو القاعدة أيضا وهنا إضافة لما قال السيطريق ولسي روداني أنه القاعدة تفكير وهذه المسألة خدث داعش الآن القاعدة بعد المقتل ذي الزعيم ذي لها في شمال المالي أنها كانت تفكير بأنها تفتح واحد الممر نحو خليج غينية وهي نفس المسألة التي يقوم بها اليوم أبو الوليد صحراوي إذن كينو مخاطر كثيرة داخلها توجد تجربة مغربية كبيرة جدا كما قلت بأنه كي العديد من الممارسات الجيدة فيها الفهم ديال الظاهرة فيها فحص للعلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب فيها الفهم ديال المسلسل ديال الراديكالية والتطرف والقضية ديال الاستقطاب فيها تدريب المجتمع على الصمود فيها إشراك مجموعة من الفاعلين هذه كلها مسائل التي هي وردات في تقارير أممية لهذا أراها باش نكونوا واضحين لا يمكن للأمم المتحدة أنها تمشي لأي دولة وتدير هذا النوع من المكاتب بمعنى اعتراف ديال الأمم المتحدة بهذه التجريبة وتريد نقل هذا النموذج وتستفيد منه سنكونوا في المغرب مركز ديال التدريب للعديد من الدول الإفريقية وأيضا دول المتوسطية إذن هذا نجاح كبير لهذا أنا كنركز على المسألة ديال أننا من حقنا اليوم أن نتحدث عن مدرسة إلى جانب المدارس الأمنية الكبرى المدرسة الأمنية المغربية بالأمن ديالها الخارجي والدخيل نعم دكتور طريقة التي هناك تنويه أممي ودولي بدقة المعلومات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية المغربية السر وراء هذا التمييز المغربي في هذا المجال نعم أولا يجب أن لا نعزل هذا التنويه الحالي بالمملكة المغربية بما تحققه المنظومة الأمنية كما قلت المستوى القاري الإقليمي والدولي ولكن يجب النظر إلى المسألة من زاوية أن المملكة المغربية قبل ذلك الأمم المتحدة كانت قد نوهت بالتصور الإصلاحي الذي وضعته المملكة المغربية وأوصت به المنتظم الأممي ليأخذ به هذه المسألة الأولى التي كانت مرتبطة بأن المملكة المغربية انطلاقا من أن إمارة المؤمنين سعت إلى وضع 200 بشرية على أرض الواقع والمقاربة الأمنية من جانب كل هذه الأمور مجتمعة أعطت نموذج غير عادي غير مستهلك بمعناه لا يعتمد فقط على المقاربة الأمنية بل هي مكملة لما هو أمني اليوم الأمم المتحدة بفتحها لهذا المكتب بالرباط وتتويج آخر تكريس وترصيخ للأدوار التي تلعبها المملكة المغربية على المستوى الكوني بمعنى أننا ننتقل من الحديث على ما هو قاري على ما هو إقليمي إلى ما هو دولي النماذج كثيرة كما أسهب الزملاء في الحضور للمملكة المغربية أمنيا بالمعلومة أو بالتواجد أيضا العسكري الذي يجسد هذه المعلومة على أرض الواقع على المستوى القاري وعلى المستوى طبيعي الحل الدولي اليوم هذا التطور الهائل الذي تعرفه المنظومة الأمنية هو عبر مراحل جاءة متعددة خلال عقدين الآخرين من الزمن والذين مكنوا بطبيعة الحل للمملكة المغربية أن يكون لها حضور قوي على مستوى كل خرائط الجغرافية العالمية من ناحية الجيو السياسية المملكة المغربية بصمة وجودها من الناحية اليوم الجيو استراتيجية أيضا المملكة المغربية أصبحت حاضرة بقوة وسنأتي للحديث على هذا الموضوع لأنه مرتبط بنوعية التحالفات الدولية الجديدة ومدى حضور المملكة المغربية في هذه التحالفات كقوة إقليمية ليس كبلد منعزل طيب دكتور شرقا ويروداني أربعة من أخطر الجماعات المتطرفة في العالم تتواجد بأفريقيا خطرها طبعا لن يبقى محصورا داخل القارة ربما سينتشر إلى بلدان أخرى هل هناك وعي أممي بضرورة تكاتف من أجل دعم الدول الأفريقية الضعيفة نسبيا التي تعاني من ويلات الجماعات المتطرفة أعتقد بأن اليوم فتح مكسب برنامج الأمم المتحدة لبحاربة الإيراب والتطرف في أفريقيا وهو برنامج تدريب وبرنامج فيه مجبوعة من الأمور المرتبطة بالتعاون المؤسسات الأمن المغربي مع مؤسسة أفريقيا خاصة المديري العام الأمن الوطني وكذلك المديري العام لمراقبة التراب الوطني وكذلك الأجهزة الاستخبارات المغربية الخارجية يعني هو إشارة مهمة على أن الأمم المتحدة الآن أصبحت لها يعني رؤية فيما يخص الوضع الآن في المنطقة خاصة دون أن ننسى بأن اليوم خاصة بالتوازن مع وضع أمني يعني حارج على مستوى منطقة لبتاكوغور من حدود ثلاث ما بين نيجر وبوركينافاس ومالي وكذلك بينين إلى إيريتيريا وهناك انتشار للجماعات الإرهابية وأكثر وهناك تقرير أمريكي الذي هو خطير لكريستوفر بيلر الذي كان وزير الدفاع الأمريكي السابق آخر وزير الدفاع أمريكي فعد رئيس دونالد رامب الذي كان المدير البكتب الوطني لمكافحة الإرهاب على المستوى والإدارة الأمريكية نبه بأن هناك أكثر من 26 تنظيم مسلح وإرهابي وجماعة إرهابية تتواجد بشكل يعني متير داخل مجموعة من المجالات الجيوسياسية والفراغات الجيوسياسية في بطاقة يعني غرب إفريقيا وفي القرى الإفريقية أعتقد اليوم هناك أكثر من 34 دولة إفريقية وهذه تقارير أممية التي تقول بأن فيها تواجد لجبعات مسلحة وجماعات إرهابية وبالتالي اليوم القرى الإفريقية تدعيش واحد المنعتف خطر جدا الذي أصبح كذلك يهدد الأمن القومي المغربي لا بد بالإشارة بأن اليوم المغرب هو آخر يعني لدير نيرومبار آخر جدار يعني الجماعات الإرهابية الوصول إلى الأتلاسي والوصول إلى المتوسط وبالتالي اليوم عندما المغرب يبادر بشكل شبولي مثلا في تتبيت الأمن والاستقرار في ليبيا وفي مجموعة من مناطق السحر الأفريق وجنوب الصحراء وفي المتوسط من خلال يعني التعاول الاستخباراتي والاستعلامي عن المستوى القارئة يعني الدولي مع إسبانيا مع فرنسا مع بلجيكا وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني يظهر بأن هناك تملك للمنتظم الدولي وبالتالي المملكة المغربية لهذه التحديات ولهذه الديناميكية الإرهاب على المستوى القارئة الأفريقية الوضع الآن خطير جدا يعني في الحدود يعني في هذه السنة كان جمعات يعني تنظيم نصرة الإسلام المسلم لأيالغالي وتنظيم يعني الدول الصحراء الكبرى التابعة لداعش لعدن أبوالي الصحراوي هاجم بشكل كبير يعني قاعدتين عسكريتين في شمال الكوديفور على الحدود مع بوركينافاسو هناك تهديد خطير لمجموعة من دول كدول السنغال الآن تهي أصبحت هناك اليوم هناك معطيات تظهر بأن هناك تمركز لتنظيمات القاعدة خاصة مع وجود رأس الجديد الذي هو يسل عنا بالجزائر الذي جاء بعد دروكدان في الحدود البريطانية كذلك البالية وبالتالي هناك تطورات خطيرة في المنطقة مثلا في منطقة بالأمس كان هناك في منطقة ميناكا في منطقة أسوغو كانت هناك ضربات إرهابية وبالتالي أعتقد هناك تطورات خطيرة على المستوى القارة الإفريقية وأعتقد بأن لا بد من وجود استراتيجية شاملة على المستوى المنتظم الدولي ولكن دعني أوضح فكرة مهيبة جدا هو اليوم عندما تأتي الأمم المتحدة وتضع مكتب برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب وتطرف في إفريقيا هناك مجموعة من الأمور التي يجب أن نستشفى هناك نظام جولي أمني جديد على مستوى القارة وعلى المستوى المتوسط نظارا لتقاطع بجلات الجيوسياسية الإفريقية مع الأوروبية وبالتالي أن المغرب اليوم عنده بيلوتاج سيكوريتير ونفخيك المغرب هو الذي أصبحت له الإدارة الأمنية على مستوى القارة الإفريقي لأن ما يأتي من بعد سيكون له مسؤولية أخرى ومسؤولية كبرى على مستوى تدبير مجموعة من الأمور المرتبطة على المستوى السياسي وعلى مستوى المؤسسات الالتحاد الإفريقي أعتقد كل هذه التطورات لا بد من استحضارها على عصبار أن هذا المكسب هو فقط نقطة بداية من أجل إدارة أبنية بغربية على المستوى القارة سيمانر سليمين نلاحظ بأن مقاربة المغرب في التصدي للإرهاب تتجلى في تبني السلطات الأمنية سياسة تغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية أهمية هذا الملائمة المستمرة لوسائل العمل مع وسائل عمل الجماعات الإرهابية ولأن استراتيجية المغربية دائما نتحدث أنها كانت منذ البداية تولاتية الأبعاد كي الجانب الأمني هناك الجانب المرتبط بإصلاحات تمت في الحق الديني وجانب آخر من الإصلاحات تم في الحق الاجتماعي كي هذا النوع من التكامل الذي نسميه الأمن الشامل لهذا كانت حدث على هذا النموذج والنجاح بالإضافة لهذا كي ما يسمى باستراتيجية تدخل استباقي هذه استراتيجية معروفة مغربية لماذا؟ لأن المغرب كانت له القدرة على امتلاك المعلومة على تحليل المعلومة وعلى التدخل في الوقت المناسب لرد الخطر مثال أعطيت إحصائية في البداية منذ سنة 2002 إلى حدود قريبا شهر فبراير كينا حوالي 210 من الخلايا التي وقع تبكيكها 83 منها مرتبطة 83 فقط ما بين 2015 وفبراير 2021 وبدون ما نتحدث على الشبكات الشبكات الأخرى إذن هنا كانت تجربة المغربية بالإضافة الجانب المؤسساتي مثلا منذ إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية قاعدة معلومات كبيرة ولاحظنا الطريقة في التدخل رغم التحولات لوقعات بالنسبة للتنظيمات الإرهابية مرة أنها كانت تكون في الضواحي دي المدن داخل المدن واحدة المرحلات تحولت إلى الأرياف آخر خالية مثلا المسألة دي المحاولة تجنيد الأطفال في أحد المحيط له وخطير جدا إذن تغيرات استراتيجيات إذن هنا كيبان بأن هذه المدرسة الأمنية المغربية كالتغير مع التحولات أو اللي كيعرف النظام الدولي مع التحولات الأمنية الإقليمية مع الانتقالات اللي حتت على مستوى التنظيمات الإرهابية أكثر من ذلك مع التحولات اللي عرفتها البروفيلات الإرهابيين مثلا البروفيلات في المنطقة دي السحل كالقوه إرهابي مستخدم في ما يسمى بالجهاد كيخدم في الجريمة المنظمة تغيرات القيادات تغير الخطر مثلا لما تغيرت تغير العنابي تغيرات الاستراتيجية كي أيضا في جانبنا في الجوار دينا ظلت القاعدة دي البلاد المغرب الإسلامي ما ضعفت بقات مستمرة هذا الأمور كلها كيبان بأن المدرسة الأمنية الأجهزة الأمنية المغربية أنها تتابع وتغير استراتيجيات على حسب تحول الخطر مثلا أوروبا اللي كانت في أحد المرحلة كانت سوق دي الاستقطاب أصبح فيها داعش أوروبا كيشك الخطر إذا صبحنا هنا خطر يأتي من منطقة الساحل من الجنوب وعدنا خطر الذي يأتي من أوروبا ومن المنطقة المتوسطية وهنا كان تعاون مثلا كان تعاون مع ما التعاون اللي كان مع إسطانيا كان تعاون مع العديد من الدول الأوروبية إذن هنا كيبان لما كان نقول اليوم بأنه كين هذا الاعتراف للأمم المتحدة رأى نتيجة هذه هذه التجربة خبرة مغربية مطلوبة ورأى منذ مثلا سنة 2005 كان المغرب قدم معلومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول مغسكر خلد اللي كان موجود في أفغانستان إذن عدنا هذه الإمكانية دي الانه الحصول على المعلومة من كل مناطق دي التحول اللي كان في العالم على مستوى التحول دي التنظيم أشكركم جزيلا شكر الضيوفية الكرام على كل هذه التوضيحات نتوقف مع طاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش في جزء الحلقة الثاني من هذا البرنامج الحص عدو مجهول ظهر فجأة فقلب حياة المغاربة رأسا على عقب إنها جائحة كورونا التي أودت بحياة الملايين عبر العالم القيادة الملكية المتبصرة مكنت من عبور هذه المحنة الصحية عبر سن مجموعة من الإجراءات الصارمة وقفت على تطبيقها المؤسسات الأمنية التي أثبتت نجاعة كبيرة في تدخلاتها من أجل الحد من انتشار رقعة الفيروس عبر ملاءمة تدخلاتها مع التحديات الصحية والأمنية دون إغفال أساليب العمل الكلاسيكية من تدخلات أمنية لمكافحة الجرائم والحفاظ على النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين حفظ الأمن والنظام العامين يواكبه وقوف دائم على جهزية القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قبل أسابيع انتهت مناورات الأسد الأفريقي في نسختها السابع عشر التي تعتبر أحد أهم التدارب العسكرية المشتركة عبر العالم والأضخمة في القارة الأفريقية بحضور قوات من تسع دول تمثل ثلاث قارات على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبين من ثلاثين دولة مناورة تعبر عن عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية أجدد الترحبة بضيوف الكرام الدكتور طارق 3 رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مرحبا من جديد دكتور وكذلك الدكتور الشرقاوي روداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية مرحبا من جديد دكتور وكذلك الدكتور عبد الرحيم مناورة سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني طبعا عنصر المفاجأة دكتور طارقة التي كان قويا في مواجهة جائحة كورونا عبر العالم في المغرب لاحظنا هناك تفردا من قبل السلطات الأمنية في مواجهة هذه الجائحة في نظركم ما السر وراء هذه عنصر الاستباقي الذي مكن من محاصرة الفيروس ومحاصرة بؤر انتشار شكرا هو فعلا سر لأنه أولا قبل الإجابة لما هو هذا السر يجب أن نوضح للمشاهد الكريم على أن مناسبة عيد العرش هي مناسبة تطرح فيها إنجازات جلالة الملك تجاه المواطنيات والمواطنين المغاربة بكل المحطة التي عرفتها السنة هذه السنة كانت حافلة وحبلة بمجموعة من الأمور والتي على رأسها بطبيعة الحل الجائحة التي أصابت الكون بجائحة كوفيد 19 حينما نتحدث عن القيادة الرشيدة كم فهم فالسر هو القيادة الرشيدة بمعنى الحكم بما تتطلبه الأمور بحكمة وتبصر لاحظنا بأن هذه الجائحة في الوقت الذي كانت فيه دول قوية على المستوى الدولي بما فيها دول عظمى ومؤترة عالميا تتخبط في تلمس طريق الذي يمكنها أن تتعامل بها مع هذه الجائحة لاحظنا بأن جلالة الملك كان حاسما في موقفه وقراره وكانت الاجتماعات الأولى من طبيعة الحل بين قوصين بالرغم أننا كذلك في المملكة المغربية الحكومة كانت تتخبط بكل صدق ولكن على مستوى الدولة وجلالة الملك بصفته رئيسا للدولة كان حاسما في قراره وكان الاجتماع الأول الذي هو اجتماع مع الأجهزة الأمنية بما فيها القوات المسلحة الملكية كلها كانت توجيهات جلالة الملك تصب في اتجاه المقومات الاستراتيجية الأربع التي تحددت عنها في البداية على المستوى المحلي بطبيعة الحل كان لابد من ضبط الأمور بواسطة الأجهزة الأمنية بما فيها السلطة الترابية أيضا التي نحييها إلى جانب الأجهزة الأمنية التي قامت بأدوار كبيرة على مستوى الأحياء ومفهوم الحومة وبالتالي خارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك أنداد وصلت بنا في المملكة المغربية إلى أننا نتعايش مع هذا الفيروس بشكل يجعلنا مؤمنين داخل بيوتنا وخارج بيوتنا على ممتلكاتنا وهذه كانت النقطة الأولى كمقوم استراتيجية على المستوى المحلي لأنه لا ننسى بأنه في الأزامات الوطنية أو الدولية تكتر الجريمة كمظهر من المظاهر التي بطبيعة الحال يؤثر سلما داخل المجتمعات في المملكة المغربية لاحظنا أنه ربما الإحسائيات الدقيقة ستعطي بأنه النسبة صفر فصيلة رقم بالنسبة للجريمة التي كادت تنعدم نظرا للحضور القوي للأجهزة الأمنية بكل تفرعاتها هذا على المستوى المحلي على المستوى القاري بطبيعة الحال لاحظنا أنه في ظل هذه الجائحة استمرت المخابرات الداخلية والخارجية في رصدها وتتبعها وكانت دائما توقفون بخبر على استباقي يهم توقيف خلية مجموعة معينة في منطقة معينة بمملكة المغربية كانت تحاول استغلال ضرفية هذه الجائحة لكي تنفذها عملا هذا على المستوى بطبيعة الحال الوطني في ارتباطه بما هو إقليمي وما هو قاري وأيضا دولي على المستوى الدولي بطبيعة الحال يجب أن نوضح للمشاهد المغربي رجاء المملكة المغربية في ظل هذه الجائحة التي تخبطت فيها دول عظمى المملكة المغربية كانت تقدم مساعدات لدول أوروبية كما قدمنا مساعدات في المعلومة الاستخباراتية كما تفضل الزملاء على أساس أننا في المخابرات المغربية الداخلية والخارجية هي مدرسة حتى لاحظنا على مستوى التدبير الأزامات القيادة الرشيدة لجلالة الملك جعلت من المملكة المغربية تنفرد وتظهر في العالم على أنها دولة قوية تستطيع تدبير أزامات ليست وطنية ومحلية ولكن كونية ولاحظنا تنويه الذي طبيعة الحال المملكة المغربية الكل نوها بمجهوداتها حتى أن الإعلام الدولي كله صارت بطبيعة الحال السجالات داخل دول مثل بريطانيا لاحظنا هذا ودول أخرى يستغربون كيف أن المملكة المغربية استطاعت أن تقوم بمجموعة من الإجراءات في الوقت الذي دول أوروبية لازلت تتخبط وليست لديها خارطة طارق هل جائحة منذ البداية قبل توفر لأنه يجب أن نميز قبل توفر اللقاح إلى أن توفر اللقاح بالله عليك لكي يفهم المشاهد الأجهزة الأمنية ضربت بيد من حديد على كل من حاول أن يستخدم المحسوبية والزبنية في الاستفادة من اللقاح جلالة الملك كان واضحا الفئات العمرية المتقدمة في السن هي التي في حاجة ملحة إلى هذا اللقاح وضبطت الأمور على المستوى الترابي بفئات عمرية من 80 ونزل إلى أن موصلنا الآن تقريبا ثلاثين من المواطنات والمواطنين استفادوا من هذا اللقاح دكتور شلقاوي الروداني فرضت وتمييز التجربة وتدبير المغرب أمنيا لأزمة جائحة كورونا هل هو نتاج استثمار لتجارب أجنبية دول سبقت إلى الأزمة أم هو نتاج لنظرة استباقية للأزمات أعتقد بأن الكل كانت جائحة كورونا وخاصة كوفيد 19 كان مسألة فوجائية بالنسبة للمنتظم الدولي كلنا نتذكر الوضع كان في إيطاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسبانيا وفي فرنسا وبالتالي أعتقد بأن لا بد من استحضار الموروط الاستراتيجي في تدبير الأزمات هناك مسألة مهمة جدا في تدبير الأزمات وهو هل هناك إخراجه من أجل مجابهة التحديات الفجائية كالكوارث الطبيعية وبالتالي تبينة المملكة المغربية هذه القدرة القدرة الاستباقية على تدبير هذه النوع من الأزمات الكبيرة والتي لها ارتباط بالأمن الاقتصادي الوطني مرتبط بالأمن القومي المغربي مرتبط بالأمن السحي المغاربة ومرتبط بالأمن الاجتماعي على المستوى لأبد كانت هناك خلق مجموعة من الأمور الخلايا العمودي والأفقية على مجسوى الوزارات المعنية بالأمر هناك كانت توجيهات ملكية كذلك للجميع القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو حتى قوات الأمن الوطني في خلق عدة لجان مختصة من أجل تتبع وتدبع على المستوى المحلي على المستوى الجهاوي على المستوى كذلك الوطني يعني كانت هناك سقنابل النورغاني جرام استراتيجيك يعني وخارط طريق واضحك من قل ستلاتي وبالتالي أعتقد اليوم هناك كذلك على المستوى الأمن الاقتصادي المغربي جلالة الملك وضع صندوق خاص لتدبير يعني الاستراتيج لتدبير يعني عكاسات الجائحة على المستوى الشركات الكبرى والشركات الصغرى وكذلك على المستوى الأمن الاجتماعي كانت هناك مجموعة من تدابير الاحترازية والتدابير كذلك لداعب القدرة الشرائية للمواطنين هذا شيء مهم جدا ثم كان أكثر من ذلك الذي هو مهم هو في عز هذه الأزبة وكذلك في ضل هذه التحولات الخطيرة وانغماس وانغلاق الدول على ذاتها جلالة الملك كيقوم بواحد المبادرة دولية وهو لم يقدرات الدول الأوروبية تعطيها أو تواجه وبالتالي هذا يظهر كذلك قوة التضامن المملكة المغربية في قلب الأزمة الكورونا وبالتالي لا بد كذلك نستحضر بجوء من الأمور المهمة جدا هو أن المغرب اليوم على مستوى العالمي هو يعتبر بين عشر دول الأوائل في دينا بيكي التلقيح يعني اليوم نتكلم عن جيو بوليتيك يعني جيو سياسية يعني التلقيح وبالتالي المغرب كتشوف في ظل الأزمات والحروب حول التلقيح حول يعني شكل سيأتي بالفاكسن للول وشكل سيأخذه وصيراء دولي كبير يعني معارك كبيرة خاصة المملكة المغربية يعني في تدبير وإيجادها التلقيح يعني في ظل هذه العلمة وفي ظل العلمة اللقاح وفي ظل هذه المحاور الكبرى للدول العظمى التي تريد يعني إعطاء الأولى لشعوبها المغرب استطاع أن يكون من بين عشر الدول الأوائل على المستوى الدولي يعني بأنه يعطي المغربة ويعطي للناس ويعطي للشاب يعني المغربي هذا الفاكسن الذي صعيب تلقاه وفيه صراع كبير لسي نفرام الأسرزانيكا يعني حرب كبيرة جدا اللي بكعرفوش المواطنين راح حرب كبيرة بشي سأل المغرب يجي مليون ديال اللقاح بشي سأل المغرب يمشي صيفة الصين يجي بسينوفرام وكانت حرب كبيرة وكلكم يعني كنت تتعلمون بأن وحد دولة كبيرة قامت بسارقة اللقاح على المستوى المطارات يعني اللي كان غادي الوحد دولة وخضته يعني يعني في ضل هذه القوة وفي ضل هذه التصاعد يعني الحاجة إلى اللقاح المغرب ويعني بفضل جلالة المالك الفلسولينيين أنه استطع أنه يأبد يعني وحد ديناميكية إيجابية ومشرفة للمغرب على المستوى الإطار الدولي على المستوى المنتظم الدولي أنه يكون في الأوائل للدول اللي تلقح الشعب ديال أبو حدي سبك كبيرة جدا أشكركم دكتور شرقا ويروداني طيب يعني تعزيز الجبهة الداخلية أمنيا لا ينسينا كذلك في ضمان جاهزية القوات المسلحة الملكية قبل أسابيع انتهت الدورة السابع عشر لمناورات الأسد الأفريقي كان هناك حضور دولي كبير في هذه الدورة دلالات وأبعاد هذا الحضور المتميز في الدورة السابع عشر أولا هذه الدورة عندها سياق سياق من يكن تحتو كين تحولات في النظام الدولي رأى الآن في النظام الدولي هنا الحالة لا يقين لا أحد يعرف كيف ستتم العملية الخروج من هذه المرحلة الجائحة إذن هذا السياق الأول السياق الثاني على مستوى إنجازات مغربية هذا الاعتراف للولايات المتحدة الأمريكية بأثر قانوني بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية إذن جاءت فيها جاءت المسألة هنا سؤال أمر يتعلق بأضخم مناورة في إفريقيا مشاركة الكثير من تسعادية الدول والحلف الأطلسي زائد 30 مراقب من دولة في مناطق جغرافية متعددة منها المناطق الجنوبية سؤال هنا أولا الولايات المتحدة أمريكية الدولة التي تقود العالم لا تدير مناورة مع أي دولة تختار دولة التي لديها المؤهلات والخبرة لكي يمكن أنها تدير معها المناورات إذن اختارت المغرب في هذه الجريبة هذه مسألة أخرى هذه مناورات مشتركة وليس تدريب داخلها تدريبات ولكن تسمى مناورات المناورات اختارت المغرب لأنه أولا كان استقرار أمني في واحد المحيط وهو مضطرب كان بنية تحتية وهناك مسالك وهناك خبرة للقوات المسلحة الملكية إذن هذه عناصر كلها تشرح لنا ثم من اللي كان دخلوه أكثر هنا طبيعة هذه المناورات أن من ناحية التقنية كانت فيها العديد من التدريبات وتدريبات التي نعطي فقط ملاحظة هنا تدريبات التي تفترض بأن هناك خطر قادم هذه الأخطار لماذا بعد تحول لجي في النظام الدولي خطر ميليشيات أو تنظيمات وراءها قوة نقرأ هذا مسألة مزيان هذه لخطر معين وراءه قوة ما كنشوف هذه المسألة ديال هذه المناورات ماذا ستفتح شنو كتستفد منها القوات المسلحة الملكية أولا كين هاد احتكاك مع قوة عظمى كين احتكاك على مستوى الأسلحة المستعملة كتبقى أسلحة هذه العناصر كلها تكون فيها استفادة ثم مرحلة آخر كنت تحت تقويل على مكتب ديال برنامج ديال الأمم المتحدة في المغرب سنتوقعوا بأنه المغرب سيقول أنه يدير مناورات بمعنى كيدرب قوات اللي هي إفريقية إذن هنا نشوفوا هذا الجانب هذا فأحتركم له وحدث منذ وصلنا الدورة 17 ولكن عندها ذلال في السياق ثم عندها ذلال آخر على مستوى التحول الآن عندنا المنطقة الأطلسية المنطقة الأطلسية التي يبان بأنها عندها أولوية كبيرة فيما هو قادم أيضا أنه كين تحول على مستوى انتقال القوة على المستوى الإقليمي كنت تغير قوة إقليمية وكنت تغير التوازنات وهذا النوع من المناورات كيتزاد القوة المغرب وكي يرسم القواعد اللعبة في هذه المنطقة هذه كلها عناصر كنفهمونا هذا الإنجاز لجفهات السياق نعود شدد عليه جفهات السياق لها المرحلة ديال موقف اعتراف أمريكي بأثر القانوني سيادة المغربية على الصحراء المغربية طيب أستاذ طريقة التي إجراء تدريب عسكرية في الصحراء هل يجعل من المنطقة خد دفاع العالم في مواجهة التهديدات الإرهابية القادمة من الساحل والصحراء نعم أعود وأقول بأن مناسبة عيد الهرش هي مناسبة للوقوف على الإنجازات التي تحققت يجب بطبيعة الحال أن نشرح للمشاهد المغربي مواطنات والمواطنين على أن اليوم ما نتحدث عنه من مناورة الأسد الإفريقي وهذه المناورات في الصحراء المغربية هي مفخرة لكل المغاربة على اعتبار أننا اليوم نفتخر بجيش بقيادة القائد على القوات المصلحة الملكية وجلالة الملك بطبيعة الحال هذه المناورات كما أسلف الزميل هي ليست بطبيعة الحال مناورة عادية هي في دورتها السابع عشر ولكن لها ما يميزها اليوم الدورة السبع عشر غير عادية لأنها تأتي في سياق أولا إنجاز آخر على المستوى السياسي استراتيجي الجيوسياسي والجيوستراتيجي وهو ما تحقق على يد جلالة الملك في أن تعترف أكبر دولة عظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على كل صحرائح هذه كانت بطبيعة الحال نقطة حاسمة وهي بداية نهاية كل تشويشات التي وضعتها بطبيعة الحال دول سامحها الله مجاور اليوم هذه المناورات ما يميزها هي أن المملكة المغربية اليوم تعول عليها دول عظمى بصفة المملكة كقوة إقليمية اليوم في القارة لا ننسى المغرب كل هذه الأمور التي تحققت له لكي يصبح شريكا أساسيا وقويا للدول العظمى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ليست من فرغ سنين وعقود والجريدة المغربية حاضرة بإفريقيا من أجل حفظ السلم والأمن والاستقرار في دول إفريقيا ولاحظنا كيف أن المملكة أعطت أروح كثيرة في إفريقيا الوسطى في مناسبات كنا كل أسبوع يأتينا شهيد على المستوى أنا سأختار فقط نماذج المستوى الملف الليبي كدولة شقيقة في الاتحاد المغربي العربي المملكة المغربية على الرغم من أنها بعيدة عن كل ما يمكن أن تستفيد من هدولة على الجوار في امتداد جغرافي المملكة المغربية على يد المملكة بطبيعة حل بتنسيق مع الحلفاء استطاعت أن تخرج هذا البلد من ويلات الحرب الأهلية على يد المملكة المغربية لم تكن حاضرة بقوات ولكنها كانت حاضرة بطبيعة حل بأمور أخرى إذا كانت لنا عودة فكرة بسيطة علاقة بمنورة الأسد الأفريقي مجمل القادة العسكريين الذين شاركوا في هذه الدورة أثنوا بشكل كبير على جاهزية القوات المسلحة الملكية لماذا هذه التقى المتزايدة في قوات المسلحة الملكية ولا بد من قراءة تحولت على المستوى الدولي هناك تغيير في الهندسة العسكري الأبريكية على المستوى الدولي اليوم نتكلم عن ارتباط مع أفريكوم سانت كوم تغيير إيجاد مقر جديد لما يسمى سوء أطلسي كامون على المستوى الجنوب الأطلسي من المغرب اليوم المغرب في إضل هذا أصبح محدد في معادلة جيوستراتيجية كبيرة الفعل الأمني العسكري في المعادلة الجيوستراتيجية هو جيوستراتيجي وبالتالي المغرب اليوم عندما نلاحظ كذلك المغرب في خضم هذه السنة شارك في أربع مغنوارات عسكرية ثلاثة في المغرب هناك لائتنين هاندشيك 2021 أطلس هاندشيك 2021 أفريكا لاين والغدنس ستختتم يختتم تدريب العسكري سي بريس التي تشارك بمجموعة من الفرقاتات البحرية الجد القوي منها فرقات الطريق بنوزياد وبالتالي أعتقد اليوم عندما نتكلم عن المغرب المغرب هو جاء في مركز استيقال متلت جيوستراتيجي كبير على المستوى الأوروبي هناك تحديات على مستوى الأمن والاستقرار في أوروبا وتوجهات جيوستراتيجية كبيرة نلاحظ النقاش الذي كان في الحلف شمال أطلسي مؤخرا في بلجيكا حول معادلات كوبرا يعني تهديد الأمن والاستقرار والنظام الدولي تهديد القيادة الأمريكية على مستوى مجموعة من المحاور الاستراتيجية وبالتالي المغرب اليوم أصبح شارك في هندسة محاور استراتيجية كوبرا على مستوى الجنوب الأطلسي من المغرب نحو البرازيل وكذلك على المستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى المتوسط الدور الكبير التي تقوم به المملكة المغربية في تثبيت الأمن والاستقرار في غرب المتوسط وفي الشرق المتوسط لاحظنا التطورات والزيارات الأخيرة لقادة فلسطينيين للمملكة المغربية ليبيا حضور وازن للليبيين ونقاشات كبيرة ومستقبلية كبيرة على مستوى الخارجة الطريق والانتخابات المرتقبة في ليبيا بالتالي المغرب أصبح له دور كبير هو بركز استقال المتلد مهم إفريقيا الشرق الأوسط وبالتالي كذلك القارة الأوروبية زيادة على أمر مهم جدا اليوم عندما نتكلم عن المناورات العسكري الأفريكا لايين لا بد أن نتكلم على مجموعة من العتاد العسكري لأول مرة يعني يستحبل في المملكة المغربية كان هناك يعني الضرب بالضخيرة الحية نتكلم عن راجمة السواريخ الكبرى هيرماريس الأمريكية نتكلم عن طائرة الأفسيز فالكون فايتين نتكلم عن المغرب الآن يمتلك يعني الأبرامز يعني المقاتلات الأبرامز يتكلمنا مثلا عن الأباتشي 64A يعني المغرب القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الأرضية أصبحت في ديناميكية قوية وخلقت النوع من التوازن الجيو أمني على مساواء الأوروبي شمال إفريقيا وبالتالي اليوم نتكلم عن تحديات التي من الإمكان مغرب أن يلعب فيها دور كبير خلال إدارة الأمنية المقبلة على المستوى المتوسط وعلى المستوى القارة الإفريقية نعم أشكركم جزيلا شكر أعتبر منكم الدكتور عبد الرحيم منارسليمي وقت البرنامج داهم أنا أشكركم جزيلا شكر أذكر بأنكم رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني الشكر موصول لكم الدكتور الشرقاوي الرداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية والشكر لكم جزيلا الدكتور طارق 3 رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة